بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنوان حلقتنا الحكومات بين الإصلاح والإفساد تتكلم عن الحكومات اللي هي تتمثل بين قوسين الشعوب سواء كانت جات بالاقتراع اللي هو فيه الغش ولا دير بالصح المهم رأيها هي لتتسني باسم الشعب هي لتتسن القوانين فلهذا الخطاب ديالي لهم كانوا في هذه الدولة هذه اللي هي المغرب أو في غيرها من الدول الخطاب لكل الحكومات وهنا نتحدث عن الإفساد وعن الإصلاح الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله صالحاً وقال لنا في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فهي قدمها الله لنا سبحانه وتعالى صالحة وكلفنا نحن ونحن كلفنا إما كلفناهم مباشرة أو تكلفوهما عن طريق الغش كما هي في الدول العربية لتكون فيها الانتخابات غير نازيها المهم أنهم تصدروا لمسؤولية سيسألون عنها وهم اللي مكلفون إما بالإفساد أو بالإصلاح فالخطاب لهم جميعاً ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والعلماء يخاطبون وعندما نتحدث عن العلماء نتحدث عن العلماء حقاً والعلم ليس بكثرة الروايات وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب وقيمة العالم ليس فيما يحمله من معلومات وإنما في مدى مطابقة علمه لعمله هذا هو العالم فهؤلاء العلماء ينصحون هؤلاء الذين هم تصدروا للمسؤولية من الحكومات ينصحونهم كما نصح العلماء الصادقون قارون الذي أتاه الله المال وقال إنما أوتته على علم عندي قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هؤلاء المفسدون عندما نراه في الواقع قد يلحنون في الكلام ويظهرون لك كلاماً أنت تغتر به فتعتقد أنهم مصلحون والله عز وجل كشف هذه الحقيقة حتى لا نغتر وحتى لا ننصاق فقالنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصان وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقل لها أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبيس المهاد هؤلاء يعتبرون أنفسهم مصلحون رغم أن ما يقومون به وهو فساد وعين الفساد ولا يعجبهم عندما تنصحهم وتريد أن تردهم إلى الطريق الصواب تأخذهم العزة بالإذن فهؤلاء توعدهم الله عز وجل فقال فحسبهم جهنم ولبيس المهاد وهنا لا نتعجب من ذلك عندما يقومون بأعمال تنهاهم وتقول لهم وإذا كما جاء في صورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الضرد قالوا إنما نحن مصلحون نحن نريد مصلحات البلد ونحن نريد أن نسير العسراء وإذا قلوا نحن مصلحون فيرد الله عليهم وعلى لسان العلماء الصادقين أنهم هم المفسدون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آه لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بل الأمر من المفسدين الذين يثقون في أنهم يصلحون وصل إلى الذي بلغ درجة في الفساد فعلى في الأرض وادعى الأنوهية وادعى الربوبية فقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أذى ربكم الأعلى قال هو عن نفسه أنه مصويح أما موسى عليه السلام الذي بعث من الله عز وجل ومعزز بالمعجزات قال هو مفسد لهذا نطق بها فرعون وهو مغتر بنفسه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون الذي قتل الرجال واستحيى النساء وقتل الأطفال وسفك الدماء وعلى في الأرض وأكثر فيها الفساد يقول أنا أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد لهذا نقول لكل الحكومات في مشارق الأرض ومغاربها عموما وللدول المسلمة خصوصا ولبلدنا المغرب أخص الخصوص اعلموا أنكم مهما قمتم من أعمال فتعتبر أعمالكم فاسدة إن لم تسلكوا الطريق الذي نهجها الله عز وجل لا نا وبينها لا نا فكم من حكومتين كانت في المعارضة وبدأت تنتقد الحكومة التي هي تتصدر المسؤولية وعندما جاءت تلك التي كانت في المعارضة أفعلت أشد وأشر من التي قبلها فأين الكلام الذي تتكلمين عنه أيتها الحكومة أين هو هذا الانتقاد الذي انتقدته حتى الحكومات الإسلامية في بلدنا نفس الشيء فأنت إن لم تستطع أن تغير عليك أن تقدم استقالتك حتى لا يكتب عليك ذلك في فترة حكومتك وحكمك فلهذا نقول إن الله عز وجل وضع قانونا في صورة يونس وقال سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين مما قمتم من أعمال مما أنفقتم من ميزانيات فإن أعمالكم تعتبر فسادا لأن الله لا يصلح عمل المفسدين فيأتي هنا التساؤل حتى لا نكون في شق الانتقاد فقط الانتقاد الهدام بل نريد أن نصلح بلدنا ونريد أن نصلح الأمم الإسلامية ونريد أن نصلح العالم كله فنقول ننتقل من هذه التصورات الخاطئة الفاسدة والمفسدة إلى التصور الصحيح الذي أرشدنا إلهي القرآن الذي قال سبحانه وتعالى فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فما هو الحل؟ الحل في صورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شرطان أساسيان نتيجة هذه معادلة التقوى الإيمان مع التقوى والقول السديد يفضي إلى أن الله يصلح عملك أي عمل قمت به إلا ويصلحه الله عز وجل فليهذا الله عز وجل قال وهو يخاطب المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولا اتقوا الله تانيا وقولوا قولا سديدا النتيجة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما يتقوا هي أن تفعل كل ما أمرك الله به وأن تبتعد عن كل ما نهاك عنه الله فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك ألا بد أن تكون من المتقين وهذه الوصية التي وصها بها من كان قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فلا تضجر ولا تتكبر ولا تأخذك العزة عندما يقنك اتق الله لا تأخذك العزة بالإثم بل تستجيب كما استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الله في صورة الإحزان يا أيها النبي أتق الله فعلينا وعلى الحكومات أن تؤمن بالله وأن تتقي الله تبتعد عن الحم وحرمات وأن تقول قولا سديدا أن تدعو إلى الله عز وجل وهو القول السديد سيصلح لله لها عملها إن لم تفعل فأي فاسدة المفسدة والسلام عليكم ورحمة الله سلام شكرا